أيها السادرة فاضل في كل مكان سعد الله وأوقاتكم بكل خير مرحبا بكم جميعا من المنتظر أن توقع اليوم كل الأطراف الفلسطينية المشاركة في منتدى المشاركة في منتدى لما الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية على إعلان الجزائر الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق مشروع الوحدة للصف الفلسطيني وانطلاقة فعلية لتوحيد الكلمة الفلسطينية المشتتة منذ عام 2006 إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعقب انتهاء الحوار بين الفصائل اعتبر أن مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجدان والتاريخ بالشعب الفلسطيني وأوضح بأن الطاقم الجزائري الذي أدر الحوار مع الفصائل الفلسطينية منذ قرابة السنة انتهج الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب فكانت النتيجة طيبة ترتقي لمستوى التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية يحدث هذا طبعا بعد أسابيع قليلة أو قبل أسابيع قليلة تفصيلنا عن اجتماع القمة العربية المنتظر مطلع نوفمبر المقبل حيث يرى الكثير من المتابعين هذا الحدث بمثابة نقطة بداية لنهاية الكثير من المسائل والمشاكل التي تعرفها المنطقة العربية وانطلاق فعلية للعمل العربي المشترك أيها السادة يسعدنا أن استضافة الكاتبة الصحفية الفلسطيني هشام عبد الله البزار مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكم شكرا للدعوة شكرا على تلبيت الدعوة أستاذ هشام من المنتظر إذن أن توقع اليوم كل الأطراف الفلسطينية المشاركة في منتدى لما الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية على إعلان الجزائر الذي سيكون أرضية صلبة لتحقيق مشروع الوحدة الفلسطينية بعد أزيد من 15 سنة من الانقسام والتشرذم أي 2006 بداية كيف تعلقنا أستاذ هشام عبد الله البزار على هذه الخطوة وإعلان الجزائر المنتظر توقعه اليوم بالجزائر يعني على أي حال كما يقال أن تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي أبدا صحيح ولكن التأخر في تحقيق المصالحة الفلسطينية كانت نتائجه ولازالت حتى اللحظة التي نعيشها كارثية على الفلسطينيين ليس على القيادات الفلسطينية فحسب ولا على الفصائل الفلسطينية فحسب ولكن على القضية الفلسطينية وعلى وضع القضية الفلسطينية وعلى الثقة التي هي أهم ما يجب أن تتوفر ما بين القائد والشعب والمواطن ومن يحكمه هذه الثقة اهتزت كثيرا على صعيد الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة من عمر هذا التشرذم الذي سببه الانقسام الفلسطيني وبالطبع مهم جدا أن يحدث أخيرا مثل هذه المصالحة وهم أكثر طبعا ودليل ثقة أنه تتم في الجزائر وستتم الإعلان عنها بإذن الله اليوم من العاصمة الجزائرية هذا وحده كفيل بأن يدفعنا إلى التفاؤل أن المصالحة ستنطلق بإذن الله من العاصمة الجزائرية وبرعاية القيادة الجزائرية المشكورة هذا مهم جدا لأنه أعتقد أنه سينقل المسئولية وهي مسئولية مهمة جدا من الآن فصاعدا على الطرف المهم والأساسي في هذا الموضوع وهو الطرف الفلسطيني يعني في الوقت الذي نرحب فيه ونجل فيه كل الجهود التي قدمت للتوصل إلى هذا الاتفاق وهذا الإعلان ولكن يبقى الهم من ذلك كله كيفية تحقيق ذلك وتفعيله بشكل عملي على الأرض سنصل إلى هذه النقطة المهمة جدا التي ربما تطلح كسؤال عريض جدا بعد الأستاذ عبده هشام عبد الله البزار ما هي توقعاتك كصحفي ككاتب كمتابع كفلسطيني كعربي أن يكون ضمن البنود بنود اتفاق الجزائر التي ربما تكون لها أهمية كبيرة جدا لتحقيق هذا الحلم المشروع بالنسبة للشعب الفلسطيني والوطن العربي المتمثل في تحقيق الوحدة الفلسطينية أنا بالنسبة لي كصحفي وكفلسطيني في نفس الوقت يهمني أن لا تكون الدباجة فقط ممتلئة بالعبارات الفضفاضة والتي تدعو إلى الوحدة والتعاون وفقط تدعو إلى أن هدفنا الأسمى هو القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الفلسطيني هذه أمور أصلا ليست مجال للنقاش ولا يجب تدولها لا في ورقة أعمال ولا في ورقة مصالحة صحيح أن هذا من ناحية بروتوكولية مهم جدا ولكن ما أتطلع إليه هل ستعطيني أنا كفلسطيني وكمراكب في نفس الوقت هل ستعطيني هذه الورقة هذا الإعلان مؤشرات يمكن أن أقول أنها ستنتهي ويمكن تطبيقها على أرض الواقع لا سيما ونحن ليس اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة في الوطن الفلسطيني المحتل ولكن مع مرور الوقت تزداد الهجمة الشرسة الاحتلالية الإسرائيلية على الفلسطينيين لا سيما في مثل هذه الأيام بعد مواصلة أو بعد تجدد العمليات الفدائية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وما تفرضه ويتبعه هذا الأمر في كل مرة من تضييق الخناقة على الفلسطينيين صحيح أن الفلسطينيين لا يأبهون لمثل هذه التضييقات وهذه التشديدات ولكنها تفت في العدد وتضعف الجانب الفلسطيني ولكن ليس كما ضعفه الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الذي استمر على مدى 15 عاما مهم جدا أن نرى هذه المرة أفعالا وليس أقوالا فقط لأن التجربة السابقة التي انتدت على أكثر من 15 عاما كانت تجربة قاسية وانتسحبت بشكل كبير على الموقف الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية وعلى علاقة الفلسطينيين مع بعضهم أولا وعلى علاقة الفلسطينيين أضعفتهم أمام الاحتلال وأضعفتهم أمام أصدقائهم وأمام مؤازريهم وأمام العالم كله بل انعكست وارتدت هذه الردات الفعل التي سببها الانقسام لتشكل تراجعا كبيرا وحققت خسائر كبيرة وفادها وبالتالي نريد أن نسمع في هذه المرة والفلسطينيين قادرون على الابتكار يعني أنا سنتحدثون عن إجراء انتخابات سريعا طيب جيد تجري انتخابات سريعا ولكن الجميع يعرف والفصائل الجميع تعرف أن إجراء الانتخابات حتى في فلسطين المحتلة وفي فلسطين التي فيها مناطق سيادة فلسطينية لا يمكن في جميعها إجراء الانتخابات بسبب التدخل الإسرائيلي وفي مناسبة الحديث وفشلت هذا في سنة 2020 نعم 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 بفضل ربما رفض الاحتلال الإسرائيلي قامت الانتخابات في القدس نعم 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 تجربة هذه نقطة خلافية التجربة ماثلة أمامنا أمام الفلسطينيين بشكل كبير وبأمثلة كبيرة المطلوب الآن تجاوز تجاوز والتعلم من التجربة السابقة ومن التراكمات السابقة التعلم من الأخطاء السابقة التي وقعتنا في مثل هذه الحفرة العميقة لا يجب أن ننتظر 15 عاما أخرى أو عوام أخرى لنخرج من هذه الحفرة ما يجب أن تقدمه الفصائل الفلسطينية على اختلاف مسمياتها الوطنية والإسلامية والجسارية وما شئت من أوصاك هذا لا يعني شيئا بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة للمواطن الفلسطيني ما يعني هو أن يشعر المواطن الفلسطيني ويشعر المناصر للقضية الفلسطينية أن هناك ثمة ما يجب أن نقف معه بقوة وكل فعالية لأنه بالفعل يريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وهذا الواجب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حسب التجربة السابقة عودنا أنه يجب أن نكون أيضا مبتكرين في مقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي ممتاز أستاذ يشام عبدالله البزار هناك مشروعان مختلفان تماما مشروع حركة حماس مبني أساسا على المقاومة ولا شيء غير المقاومة بالسلاح وبكل الطرق هناك مشروع حركة فتح المبنية على السياسة والحوار وربما حتى التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي هناك ربما القيادة الفلسطينية التي لازالت تلتزم بمخرجات اتفاقية أصل الممضات مع الكيان الإسرائيلي عام 1993 ترفضها حركة حماس بشكل قطعي ويرفضها أيضا عموم الشعب الفلسطيني والشعب العربي ألا تعتقد اليوم الخلافات عميقة بين الطرفين وبين مختلف الأطراف الفلسطينية كيف يمكن أو ألا تعتقد بأن المسؤولية اليوم ملقات بشكل كبير جدا على الفلسطينيين في حد ذاتهم يجب أن يقدم هؤلاء وهؤلاء يقدموا تنازلات من أجل تحقيق هذه الوحدة الفلسطينية التي تضمن استقرارا وبناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية انطلاقا من جهود الجزائرية وإعلان الجزائر اليوم أستاذ محمد هشام طبعا بلا شك أستاذ هذا أمر مفروم وأصلا في وقع الحال الفصائل الفلسطينية تملك الكثير الذي يمكنها تجاوز في الحديث عن الخلافات سواء خلافات أيديولوجية بين حماس وفتح أو خلافات بين هذا الفصيل والآخر أولا ثمت هدف واحد وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وهذا لا يختلف عليه لا حماس ولا حركة فتح ولا أحد ثانيا هناك خلال السنوات الماضية تم قطع أشواط كبيرة مما سوي الحوار الفلسطيني من أجل التوصل إلى برنامج فلسطيني سياسي مشترك وما أدل على ذلك إلا وثيقة الأسرة ما أعرف عليه باسمه وثيقة الأسرة التي اقترحها وقدمها الأسرة المناضلون الذين نقدم لهم الإجلال والإحترام والتقدير وطبعا في هذه المناسبة التحية والتبجيل لكل الشهداء والجرحى الذين دفعوا حياتهم أرواحهم ثمنا في سبيل القضية الفلسطينية هناك ما يسمى وثيقة الأسرة وثيقة الأسرة هذه يا سيدي قبلت بها جميع الفصائل وهذا منذ سنوات وموجودة وتتجاوز كل الخلافات التي يتم الحديث عنها باستطاعة الفصائل الفلسطينية الرجوع إلى وثيقة الأسرة لا نسميها لا وثيقة فتح ولا وثيقة حماس ولا وثيقة الجمهة الشعبية ولا وثيقة الجرحى الإسلامي هذه وثيقة لها اعتبار واحترام وهي تتناول بشكل أساسي معضلة ما يسمى الخلافات السياسية الجوهرية بين المشاريع التي تنادي بها كل من حركة فتح وحماس المؤسسة الوطنية ومشروع الوطني والقائم على الفكر الإسلامي الذي تتعامل ما هو حركة حماس فبالتالي يوجد هناك هناك ثمت ما يوجد الكثير من الأدوات والوسائل التي يمكن للأطراف الفلسطينية استخدامها فورا وتطبيقها على أرض الواقع بلا شك أن الجانب الفلسطيني والأطراف الفلسطينية لسيمة الفصائل الفلسطينية التي انقسمت على نفسها هي التي تتحمل المسئولية الأولى في تحقيق وفي إنجاح هذه المصالحة بالنسبة لدور المنظمة التحرير الفلسطينية هناك مطالب بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وأحياء هذه المنظمة التاريخية التي ربما ستلعب دور كبير جدا في لم مختلف الفصائل الفلسطينية في قالب سياسي ربما سيكون ممثلا شرعيا مدافعا شرعيا واحدا تذوب فيه مختلف الأطراف الفلسطينية نعم هذا أيضا من المواضيع المهمة وعلى أولوية الأجندة الفلسطينية في الحوار الفلسطيني وتم صرف ساعات وأيام وشهور ووثائق في الحديث عن ذلك وفي كفية التوصل وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بمفهوم إدخال كل من حركات الإسلامية حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى صفو منظمة التحرير الفلسطينية الجميع متفق على أنه يجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي الجسم الجامع كما كانت عليه منذ تأسيس ما الذي يمنع إذن؟ الذي يمنع هو العمل الذي يمنع هو المبادرة إلى ذلك قبل عامين تقريبا عقد اجتماع في رمالله وفي طريق الفيديو في بيروت وشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية الاجتماع كان في مقر رئيسة الفلسطينية في رمالله وشارك فيه مختلف المثلية الفصائل سواء كانوا من قرارة من بيروت وكانوا متواجدين في أكثر من مكان في أكثر من عاصمة عربية اليوم الحمد لله رب العالمين يتكدل الجهود الجزائر في التواصل من المجاحة وتحويله إلى شكل عملي على أرض الواقع إعلان الجزائر أستاذ هشام عبد الله البزار السؤال الذي يطرح كثيرا وطرح في الكثير من المناسبات والمحاولات من أجل إحداث مصلحة فلسطينية داخلية ما مدى قدرة الأطراف الفلسطينية في حماس المقاومة عموما أو حركة فتح وغيرها على تحقيق اتفاق الجزائر على أرض فلسطين أمام عدو إسرائيلي يعارض أي جهد للوحدة الفلسطينية ويسعى لتفكيك كل مفكك ألا تعتقد بأن هذا يعتبر أهم تحدي يواجه اليوم سواء إعلان الجزائر أو يواجه الفلسطينيين في حد ذاتهم نتحدث هنا عن الفصائل الفلسطينية والمسؤولين فيها نعم هذا أكيد وعلينا أن نعيد التذكير أن الذي سهل وقوع الفلسطين في فخ القسام هي إسرائيل وإجراءات إسرائيل هي الاحتلال وإجراءات الاحتلال هي للأسف النتائج التي استطاع تحقيقها الاحتلال الإسرائيلي ولازال يمارسها حتى الآن وأعتقد في ذات الوقت الذي نقول فيه أن المسؤولية الكبرى تقع على عاطق الفلسطينيين في هذا الإطار فبالفعل أن التحدي الكبير الذي يواجه هذه المسؤولية هو ما الذي ستفعله إسرائيل وأنا أعتقد أن إسرائيل ستكون هي كانت ماكرة طوال الوقت واستخدمت مكرها وخداعها وأدواتها على الأرض ونفوذها في العالم وفي الدول وفي المنطقة وفي الإقليم لإنجاح هذا الانقسام ولتحقيقه على أرض الواقع وهي نجحت في ذلك وأعتقد أن الأمر لن يمر مرور الكرام هذه المرة خاصة وأن إسرائيل يجب أن ندرك أن إسرائيل لا تغفل ولم تغفل وهي تتابع أيضا وتابعت بالذات ما تقوم به الجزائر وأعتقد أن إسرائيل بالفعل لا تريد للجزائر أن تنجح لأن نجاح الجزائر في إنجاح هذه المصالحة والمقدمة الأولى لإنجاح القمة العربية وهي ستكون القمة العربية الأولى التي ستنجح منذ عقود طويلة وفي خضم هذه الفوضى والشتات والتشردم العربي العربي وفي خضم هذا التنافس والأزمة الكبيرة التي يعيشها العالم الآن في الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي لا يعرف أحد كيف ستنتهي وإلى ما ستنتهي ولكن الكل يعرف أن الجميع سيتأثر فيها وقد تأثر بها فبالتالي هي ظروف مواتية ليس فقط لإسرائيل لأن تشدد قبضتها وتعيد مكرها وتستخدم سليبها من جديد ولكن أيضا هذا يمثل أيضا فرصة للفلسطينيين أولا بتحملهم المسؤولية وللجزائر كونها الراعية والمؤهلة لمثل هذه القيادة وللعالم العربي لإعادة وضع القضية الفلسطينية على سلم الأولويات بعد أن غيبها الانقسام وتشردهم الفلسطيني بالفعل الإسرائيلي صحيح أستاذ هيشام عبد الله البزارة أعتقد أن القمة العربية المقبلة ستكون فرصة كبيرة جدا بالنسبة للقادة العرب من أجل تبني إعلان الجزائر بشأن القضية الفلسطينية لتوحيد الصف العربي للمساهمة أو دعم على الأقل المقترحة الجزائرية أو بيان أو إعلان الجزائر من أجل تحقيقة الوحدة الفلسطينية نعرف بأن القضية الفلسطينية فيها تشابك دولي عربي إقليمي جهوي كبير جدا سواء حركة حماس أو حركة فتح وغيرها أو السلطة الفلسطينية عموما في تداخلات وترابطات وتشعبات وتعقيدات كثيرة جدا في القضية الفلسطينية أعتقد بأن المسؤولية كبيرة جدا ملقاة أمام القادة العرب انطلاقا من اجتماع القمة العربية المقبل من أجل دعم إعلان الجزائر لتحقيق هذه الوحدة بلا شك أولا التوقع الأساسي أن بعد الإعلان ونحن على بعد أيام من انعقاد القمة العربية في الجزائر أن الجزائر طبعا ستكلل هذا الجهد الذي أنجزته في تحقيق الإعلان الذي سيتم الإعلان عنه اليوم إعلان المصالحة بأن تأخذه إلى القمة العربية وتلزم الدول العربية به علينا أن نتذكر أن الموضوع ليس فقط مسؤولية المسؤولية هي واجبة طبيعية ولكن هناك حاجة أيضا حاجة أيضا ليس فقط للفلسطينيين في مشروع طريقهم لتحرير وطنهم ودحر الاحتلال وهو أساسها الوحدة التي يجب التي إن شاء الله ستعود إلى سابق عهدها الآن بعد إعلان المصالحة ولكن أيضا هو مهم وحاجة لكل العرب وكل دول المنطقة لأن الجميع يدرك أنه ما لم تحل القضية الفلسطينية ما لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لن يكون هناك سلام لا في المنطقة ولا في العالم هذا موضوع مر عليه الآن أكثر من سبعين عاما منذ قيام إسرائيل 48 ولا نريد أن نعود قبل ذلك ولكنه لا زال يتجدد في كل يوم يمكن للأمور أن تهدأ شهر أو شهرين ثم لا تلبث أن تعود إلى الوضع الأساسي والوضع المربع الأول وهو وضع المواجهة وهذا وضع يؤثر فقط ليس على الفلسطينيين أنفسهم ولكن يؤثر على المنطقة وعلى الدول العربية على سبيل المثال لنأخذ ما تم في مسألة التطبيع الإسرائيلي أعتقد أن الأمر الذي سهل التطبيع الإسرائيلي التطبيع مع إسرائيل في الفترة الأخيرة من الدول العربية كان هو الانقسام الفلسطيني لم تعد خلال فترة الانقسام لم تكن القضية الفلسطينية على مستواها ولا تأثيرها تأثير القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل إن إكاساته ليس فقط على الفلسطينيين وحدهم ولكن إن إكاساته على المنطقة على الإقليم وعلى العالم أجمع والكل يدرك ذلك والكل يعرف ذلك ولكن كلما سنحت الفرصة لأن يتراجع أحدهم عن مسئوليتهم أنه سيتراجع أنت كفلسطيني الآن باستطاعتك وبتحقيق الوحدة بطريقة فعالة وجدنا أن تعيد الأمور إلى نصابها وتعيد القضية الفلسطينية لتكون بمثابة أداة وحدة وتقارب بين مختلف الدول العربية التي تعيش حالة من التشردم الدول العربية تعي وهي بحاجة إلى مثل هذه الوحدة العربية لا أحد يستطيع أن يعيش بمفرده بغض النظر مهما كانت قدراتك وأمكانياتك وما تولك من ثورات إن لم تكن علاقاتك مع الجميع علاقات راسخة ومبنية على احترام وتقدر حاجات الجميع فلن تكون هناك لن يكون هناك استقار لحد فما بالك إذا كان هناك شعب لازال هو الشعب الوحيد الذي لازال تحت الاحتلال من قبل دولة الاحتلال إسرائيل لا زال حتى اللحظة تحت الاحتلال وأطال عمر هذا الاحتلال الذي أطال عمر هذا الاحتلال بالفترة الأخيرة هو كان الانقسام الفلسطيني إذا التوقع الآن والمسؤولية الملقاة على الجامل الفلسطيني بإعادة تفعيل هذه الوحدة لتنعكس مباشرة على الجميع وليس على فلسطين فقط وأعتقد أن الجزائر تعي ذلك وهي عندما تذهب إلى القمة العربية بهذا الإنجاز فإن ذلك أمر مهم جدا وخطوة متقدمة في إعادة شمل الدول العربية أستاذ هشام عبد الله البزار تعتقد بأن القادة العرب خلال اجتماع القمة العربية المقبل بالجزائر يجب عليهم أن يضعوا استراتيجية استراتيجية يطالبون فيها أو يتساءلون من خلالها ماذا يريدون من إسرائيل؟ ماذا تريد إسرائيل في المنطقة؟ يجب أن نحدد استراتيجية متوسطة أو بعيدة الأمد وبعيدة المدى لكي نتعامل مع هذا العدو الذي ينخر جسم الأمة العربية والإسلامية أعتقد بأن لحد الساعة المنطقة العربية والدول العربية لا زالت تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بمنطق الفعل ورد الفعل وفقط هذا هجوم وعدوان على قطع غزة نندد ونشجب ونخرج للشارع وغيرها ثم بعد ذلك نصمت ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فيها مجيته وعدوانه واحتلاله واستطانه للأراضي الفلسطينية واغتصابه للأراضي الفلسطينية ألا تعتقد بأنه يجب على القادة العرب تداء من القمة العربية المقبلة أن يضعوا استراتيجية محددة بعد خمسين سنة ستين سنة لملا لكي نصل إلى نتيجة تفيد الفلسطينيين وتفيد الأمة العربية أكيد هذا أمر مطلوب دائما يجب أن تكون هناك نظرة للأمام والمستقبل في التعامل مع جميع الأمور وكما أسلفنا أنه التأثير على الجميع وليس التأثير فقط على الفلسطينيين الجميع يعرف ويدرك وربما لا يريد أن يسمي الأمور بمسمياتها ولكن استراع مع إسرائيل هو استراع مع الجبهة المتقدمة لاستعمار الغربي الاستطاني في المنطقة وتأثيراته لم تكن تقصد فلسطين وحدها ولكن كون مكانة فلسطين ورمزية فلسطين وقدسية فلسطين وما تمثله لجميع شعوب العالم ولجميع الأديان الجميع كان يعرف أن التعامل مع فلسطين بهذه الروحية وبهذه المقاربة كان للتأثير على المنطقة بأكملها اليوم ونريد أن نعود مرة أخرى لقصة الانقسام أن الدول العربية كانت دائما تتعامل بهذه المقاربة وتعرف تماما ولكن يجب أيضا أن نعترف أن الانقسام الفلسطيني أربك هذا الموقف أربك هذا الموقف وأحدث فيه صدعا كبيرا مما سمح على الأقل بمثل هذه حركات التطبيع وتراجع القضية الفلسطينية وحتى وجود خلافات عربية لا شك أن هناك خلافات عربية وهناك أمور عربية يجب حلها والتعامل معها ولكن على نفس مستوى مع الجميع الشيء الآخر وهو المهم جدا وأعتقد أن الجزائر مؤهلة لأن تقدمه أنه ليس تمت قائد في المنطقة يعني ليست هناك زعامة يعني حتى الدول المجتمعة في العالم دائما بحاجة لزعامة هذه هي طبيعة الأشياء وطبيعة الأمور وسنة الحياة يجب أن تكون هناك قيادة منذ سنوات لم نرى قيادة واحدة موحدة في المنطقة العربية يمكن أن تقود أعتقد أن الجزائر بإمكانياتها بتاريخها بسقلها ووجودها الوازن وبعلاقاتها المستقرة مع الجميع وبوقوفها على مسافة واحدة من الجميع ليس فقط من الفصائل الفلسطينية ولكن مع الدول العربية ودول العالم أجمع تؤهلها وهذه انطلاقة في هذه القمة تؤهلها لمثل هذه القيادة أنا أعرف تماما أن الجزائر لا تطلب القيادة ولكن القائد الحقيقي والصحيح ولا تطلب المصلحة ولكن القائد الطبيعي والصحيح لا يطلب القيادة بشكل أساسي أستاذ هشام عبدالله البزارة تعتقد بأنه هناك أو الذي يحدث اليوم في المنطقة العربية عموما من خلافات كبيرة جدا وربما في خلافات في الرأي خلاف تجاه القضايا الداخلية والقضايا الدولية ما يحدث في القضية الأم القضية المحورية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي القضية الفلسطينية من تشردم وانقسام وتراجع يعود بالأساس إلى الفراغ الكبير جدا الذي تركته أو تركه القادة العرب خلال العقود الماضية تقريبا منذ السبعينات لم نرى مبادرات قوية حكيمة كتلك التي تقوم بها الجزائر اليوم دبلوماسيا على المستوى العربي وأيضا نشير هنا إلى دور أو تراجع الكبير للجامعة العربية التي تكتفي فقط في البيانات الشجب وتنديد فقط يعني تعتقد بأن كل الذي يحدث اليوم وما يصيب في الفلسطينيين هو بسبب تراجع أو الفراغ الذي تركه القادة العرب في المنطقة العربية والعالم وتراجع دور الجامعة العربية باعتبارها هيئة عربية تدافع عن القضايا المصيرية للأمة العربية كتلك الموجودة مثل الاتحاد الأوروبي وغيره هو يعني بالقراءة الأولى هو بالفعل هو تراجع يعني لا أحد ينكر أنه تراجع وما حدث خلال السنوات الأخيرة حتى منذ ما يسمي الربيع العربي ولاحقا والانقسامات التي حصلت في المنطقة بين دول الخليج نفسها وبين الدول العربية بشكل عام أعتقد أنه لم يأتي من فراغ هذه هي نتائج الضغوطات التي مرستها إسرائيل وأصدقاء إسرائيل خلال السنوات الأخيرة وعملت من أجلها ليلة نهار ولا زالت تعمل من أجلها ليلة نهار إسرائيل وحلفائها في العالم مجتمعين يعرفون أنه لا يمكن للقضية الفلسطينية أن تستمر دون غطاء عربي بشكل أساسي ومؤتييد عربي بشكل أساسي فبالفعل كان العمل ليس فقط من السنوات الأخيرة ولكن منذ زمن بعيد لإرهاق وإتعاب وإرباك الموقف العربي وليست كل الخلافات التي نراها اليوم في مواضيع الطاقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج والدول العربية ما حدث في العراق ولا زال يحدث في العراق ما حدث في سوريا وما حدث في يمن وما يحدث في ليبيا كلها لا تحتاج إلى ذكاء كبير للتأكد أن الأمور لم تحصل في هذه النسك وهذه الطريقة المدمرة هي طريقة مدمرة طبعا دمرت ليس فقط الإنسان والمكان ولكن دمرت العلاقات العربية العربية وإن فقدت الشعوب العربية فقدت الأمل وفقدت الثقة وأعتقد أن ذلك مثل هذا الأمر مرة في ظروف سابقة ولكن كانت هناك دائما زعامات وقيادات كبرى على هذه المستوى أعتقد أن اليوم العرب بحاجة أكثر ما هم بحاجة إليه وبالفعل أن تكون هناك قيادة وازنة قوية قيادة تقدر مصالح الإنسان العربي وتضعها أولا وقبل كل شيء وتدرك ما أهمية العالم العربي وإمكانياته وقدراته ليس فقط للعرب أنفسهم ولكن في السياق العالمي جميعا الفرصة اليوم متاحة أكثر من أي وقت كبير وأعتقد أن الشعوب تعبت الشعوب تعبت ولكنها لا تفقد الأمل الأنظمة أربكت وتم إربكها وتأثير عليها في مختول الدول العربية وأعتقد أن الوقت كدحان الآن لتغيير ذلك والاستعداد لإمطلاقات خير جديدة إن شاء الله قلت أستاذ هشام عبدالله البزر بأن الدول العربية والقادة العرب تم إرباكهم والشعوب العربية قد فقدت آمالها أستاذ ألا تعتقد بأن ذلك يرجع أساسا إلى أن الكثير من الدول العربية وللأسف الشديد علقت مصيرها حاضرا ومستقبلا أو بنت استراتيجياتها وفقا لنظرة خارجية بنت مستقبلها ومصيرها وفقا لستراتيجيات وضعها الغرب وضعتها جهات خارجية وهو ما أدى ربما إلى تفكيك المنطقة العربية تفكيك الوحدة العربية تفكيك الموقف العربي تجاه مختلف القضايا الداخلية والقضايا الدولية أستاذ نعم بلا شك ندرك جميعا ويدرك الباحثين والمهتمين والمحللين والمراقبين بالتاريخ أن فترة القطب الواحد التي سلطرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على السياسة العالمية والاقتصاد العالمي لم تؤثر فقط في الأنظمة العربية والدول العربية وإنما أثرت في عموم دول العالم أمريكا تدخلت بشكل مباشر عن طريق مباشرة عن طريق وكلائها عن طريق حروب خاضتها خاضت الحرب احتلت العراق في سوريا الوجود الأمريكي ما زال موجودا حتى الآن بالرغم من التصريحات التي سبعناها من عهد أوباما ومرونا بترامب وحتى سحب القوات الأمريكية أنه لم يتم ذلك أمريكا وإن سحبت حتى قواتها من مثل هذه الدول أنها لا زالت تتواجد في مراكز التأثير والاستغلال مستغلة كل المقدرات ليس فقط في الدول العربية ولكن في دول أخرى في العالم طبعا يعني الدول كما عودنا التاريخ تمر بفترات هبوط وصعود ليست في كل فترة ستجد قادة على مستوى القادة الذين يتحملون القيادة ولهم دراية وعندهم نظرة استراتيجية ويستطيعون أهم من كل ذلك تحمل الضغوط يعني الضغوط التي تمارس على الدول والأنظمة هي ليست ضغوط سهلة ولا يدركها إلا من عرفها وعاشها وبالفعل يعني هذه يعني أنظمة دولية لا ترحم ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه لا يمكن مقاومة الضغوط وأعتقد أن الوقت الحان الآن حان وهذا هو الوقت الذي يجب الوقوف أمام هذه الضغوط هذا هو السؤال الذي أردت أن أطرحه أستاذ هذه التغيرات الدولية الحاصلة اليوم خصوصا بعد الأزمة الأوكرانية وفي ذل الاحتدام الصراع في الأزمة الأوكرانية الروسية وخلينا نقول الأزمة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين من جهة والحديث الكثير جدا للخبراء والمحللين والمتابعين عن سعي الكثير من الأطراف لإقامة نظام عالمي جديد ألا تعتقد بأن الدول العربية والقضية الفلسطينية في مقدمتهم أمام فرصة تاريخية يمكن أن نقول بأنها لا تعوض من أجل أن نوحد الأمة العربية نوحد الموقف العربي نوحد الرأي العربي نحاول حلحلة الكثير من الأزمات الداخلية معالجة الملف الفلسطيني كشيء محوري وملف محوري بالنسبة للقضية الفلسطينية للتموقع في النظام العالمي الجديد أستاذ هشام نعم طبعا مهم جدا يعني مفهوم الوحدة العربية وتطلع إلى الوحدة العربية الكاملة هو مفهوم يعني طبعا له مؤيدوه وله معرضوه وله من يتعامل معه وله من ينتقده ولكن يظل مشروع الوحدة العربية هو أمل ووحدة كبيرة ولكن يعني أنت تستطيع أن تصل وأنا لا أعتقد أنني هناك من هم يعني متوهلين أكثر مثل هذا المقاربة وللحديث فيها ولكن برأيي المتواضع جدا أن المطلوب من الدول العربية الآن أن تضع تتعامل مع خلافاتها تتعامل مع التناقضات أن تدفع بهذه التناقضات والخلافات جانبا لأن هذه التناقضات والخلافات سواء كانت علقات جوار سواء كانت في مصالح مشتركة سواء كانت في منافسة على قدرات اقتصادية وإمكانيات يجب التعامل معها بالتعامل الإيجابي الذي يحقق المسألة التنافس لا يجب أن يكون لا يعني أن أكون أن أدمرك حتى أنا أكون يعني المنتصر بقوة وعزيمة وأن الموضوع لا يهم أي طرف آخر لا التنافس الحقيقي هو التنافس في الإنتاج هو التنافس في الإيجابية هو التنافس في الخير هو التنافس في مساعدة العالم اليوم العالم كما أشرت في ظل الحرب الأوكرانية الروسية هو الذي يتأثر يعني المواطنين الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تأثرت ولكن تأثرها وهي العامل المؤثر الأساسي في هذه الحرب والكل يدرك ذلك ولكن أوروبا التي ستستخدمها الانتحاد الأوروبي تأثرت وستتأثر أكثر أوكرانيا ستتدمر وتتدمر أكثر روسيا لا نعرف كيف ستخرج من هذه الحرب حتى الآن ولكن التأثيراتها انسحبت على جميع المواطنين في العالم من النواحي الاقتصادية ومن نواحي الأمنية من النواحي الاقتصادية نعرفها حدث في منصف الأسعار الطاقة وإلى ذلك والغذاء يعني هذه هي الأمور التي تهم العالم الأمن والغذاء هذا هم ما يهم العالم المواطنين في العالم المطلوب المطلوب من الدول العربية وهي تملك القدرات والإمكانيات وهي تملك الأصدقاء وهي تملك من يريد أن يتعامل معهم الآن أكثر من أي وقت مضى في سبيل الحصول على الطاقة وما يترتب عليها من أمور أخرى يعرفون أن العالم بحاجة إليهم الآن المطلوب الآن المهارة الآن والذكاء الآن أن تحاول هذه إلى مصلحة ومصلحة عربية ليست مصلحة عربية ضيقة لبلد لوحده فقط وإنما لمصلحة الجميع بذلك تستطيع أن تقود وتتجاوز الخلافات دون أن تضع أمامك مهمة تحقيق الوحدة العربية الكاميرا دعها تتحقق تدريجيا اعمل تجاهها اعمل اخلق الأدوات والإنتاج الذي يمكن أن يحقق ذلك ركز على التعاون والعلاقات يعني احترام الآخر هو أهم شيء في العلاقات يعني أنا لا أريد فقط من أي دولة أن تعطيني المال فقط وأن تذلني ولا تحترمني ولكن الاحترام الاحترام المتبادل احترام الثقافة احترام الوسيلة احترام اللغة احترام العقيدة هذه أمور يجب أن تكون هي الأساس ما الذي يمنع أستاذ هشام عبد الله البزار الظروف الدولية اليوم مواتية جدا بالنسبة للدول العربية لكي تكون فاعلا في هذا العالم الجديد المنطقة العربية تملك من الإمكانات الكبيرة جدا أنت قلت الأمن والغذاء المنطقة العربية تعاني من الإشكاليتين تعاني من مشكلة أمني اليوم في ليبيا في سوريا في لبنان أمن غذاء كبير جدا في اليمن أمن مشكلة أمني في العراق أيضا العديد من المشاكل تطرح الإشكالية الأمنية وتطرح إشكالية الغذاء المنطقة العربية تسخر بإمكانية اقتصادية طاقوية غازية رهيبة جدا في العالم اليوم كل العالم يجري من وراء المنطقة العربية للاستفادة من الغاز وأيضا النفط ما الذي يمنعنا اليوم لكي نكون تكتلا اقتصادية سياسيا أمنيا فاعلا في العالم نعم هناك المخربون والأعداء كثر ومصلحتهم في التخريب ومصلحتهم في استمرار الفوضى والتجردم كما نحن اليوم بصدر إعلان المصالحة الفلسطينية في الجزائر نحن عرف أنه مهم أن تكون هناك مصالحة سورية ومصالحة عراقية ومصالحة ليبية ومصالحة يمنية وإلى ذلك يعني حتى في دول أخرى كبرى هناك تمت مشاكل بالمعارضة والأنظمة فبالتالي المهم والأساس هو البيت البيت الأساس إذا كان البيت مبني على مبني بمتانة وقوة مانعة تمنعه وتقيه من الضغار ومن الضغوط الخارجية فلا تخشى عليه شيئا ولكن مدامت هناك فوضى في سوريا وفوضى في ليبيا وفوضى في اليمن وفوضى في العراق ننظر إلى العراق يعني ما يحدث في العراق يعني يفوق العقل صحيح أن الأمور يعني فيما يتعلق بالعنف والدموية تراجعت قليلا ولكن ما يحدث في العراق ليش خلافات سياسية كبيرة جدا الخلافات في ليبيا في سوريا ودمرت سوريا سوريا كانت من أهم الاقتصادات في المنطقة وكانت دولة يشار إليها بالمنان ولم تعد هناك سوريا فبالتالي مهم جدا لذلك أنا عندما أشرت إلى ضرورة وحاجة العرب إلى تجاوز هذه الخلافات كما نطلب من الفصائل الفلسطينية أن تذوب خلافاتها وتنصهر في إطار جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية تقدم فنزولات كثيرة يجب أن نقدم يجب أن تغلب المصالح العامة على المصلحة الذاتية لأن المصلحة الذاتية والمصلحة الفئوية الشخصية هي المجال وهي النافذة وليست النافذة وإنما هي البوابة الكبيرة التي يدخل منها المخربون والأعداء والذين لا يريدون لهذه المنطقة أن تستقر أبدا تعتقد أستاذ هشام بأن الأطراف الدولية التي افتعلت هذه المشاكل وأثرت هذه المشاكل الأمنية كثيرة جدا في المنطقة العربية من ليبيا وسوريا واليمن والعراق وغيره هي التي تملك المفاتيح اللعبة اليوم وتصر على إبقاء هذه المنطقة متوترة وغير مستقرة لتحقيق أجندتها في المنطقة الاقتصادية والأمنية التوسعية طبعا يا سيدي أنا لا أعتقد أن هذه الدول ستتخلى يوم ما عن أجندتها هذه ثقافة أنت لا تغير الثقافة أنت لا تغير دولة أمرها مئة سنة ومئتي عام لها عقيدتها في التعامل مع الآخرين ولا تعتبر الآخرين ولا تراهم كما يقولون الحمل الرجل الأبيض الذي لا يرى إلا نفسه ولا يرى غيره هذه تتعامل مع ديمقراطياتها في داخلها مع مواطنيها حتى الذين يحملون جنسياتها من أصول ثانية تتعامل معهم بطريقة مختلفة هذه الدول لن تكل هذا هو التاريخ هذه هي دورة التاريخ هذه لن تكل إذا كان للدول العربية تريد أن تنتظر حتى تكل هذه الدول عن تغيير استراتيجيتها فإن ذلك لن يحصل على الإطلاق الذي يؤثر هو السلوك العربي الذي يؤثر هو العمل العربي الذي يؤثر هو التناهم العربي وليس التشردم العربي والانقسام وأعيد وأكرر مدام الدول العربية المنقسمة على نفسها ستبقى على هذا المنوال لن يحدث تغيير على الإطلاق التغيير لا يحدث لوحده التغيير بحاجة لشجاعة وبحاجة لتجاوز المصلحة الشخصية ومصلحة الفئوية سواء كانت مصلحة اقتصادية رأسمالية غذائية أمنية إذا كانت هناك تعامل على مستوى الإنسان بذلك تتحقق الأمور وليس غير ذلك تعتقد أستاذ هشام عبدالله البزر بأن الجامعة العربية تراجع دورها كبير جدا وأصبحت لا تؤثر حتى في أبسط الملفات سواء داخلية أو خارجية أصبحت هذه الجامعة هيكلا بدون روح فاعل وفعال أتعتقد بأنه يجب اليوم إعادة النظر في الجامعة العربية كمكون كهيكل يمكن أن يكون قويا فاعلا أكيد الهيئات والأدوات المنظمات يعني هذه كلها أدوات المهم كيف أنت تستخدمها هل تريد أن تستخدمها لصالح العام هل تريد أن تستخدمها للوحدة هل تريد أن تستخدمها للضعاف والانقسام الجامعة الدول العربية في ظل الانقسام والتراجع العربي استخدمت لتكريس لتكريس هذا الضعف العربي وتكريس هذا الانقسام ولكن إذا توفرت النية وتوفرت الاستراتيجية الصحيحة المطلوبة والتي تعتمد على التعامل مع الكل على أساس واحد مع الكل أن الاحتياجات للدولة الصغيرة هي مهمة كاحتياجات الدولة الكبيرة وأن المواطن في دولة لا تملك شيئا هو نفسه المواطن الذي يعيش في دولة تملك كل الأشياء المدينة المعنوية بذلك ستكون الجامعة العربية فعالة الأسماء غير مهمة على الإطلاق المهم كيف نستخدم هذه الأدوات وهذه المنظمات في سبيل الصالح العام في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر طبعا إلى ضمان أو تحقيق الحلم المشروع للشعب الفلسطيني المتمثل في الوحدة الفلسطينية هناك بعض من يراهن على إفشال هذا المخطط وبأنه لن يحقق أي شيء للشعب الفلسطيني ولكن لا تعتقد بأنه مهما كانت النتيجة أستاذ هشام عبدالله البزار وفي كل الأحوال الجزائر بهذه المبادرة بهذا الإعلان الجزائر الذي سيتم توقيع عليه اليوم في الجزائر تكون قد غارست بذرة خير يمكن البناء عليها لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في وحدة الصف وكلمة الموقف والرأي أمام العدو الإسرائيلي المدعوم من طرف القوى العالمية وحتى قوى إقليمية وجهوية ربما كما غرست لبنان أيضا في سنة 2002 من خلال مبادرة السلام العربية التي طرحت حينها نعم يعني من كان المسؤول عن عدم الاستفادة من بذرة السلام العربية والتي نتذكر جميعا وقت الحصار على الرئيس الراحل ياسر عرفات وكانت الفلسطينيين يمرون في ظروف صعبة جدا وبعدها مرت الأمة العربية جميعا في ظروف صعبة طبعا بذرة الخير مهمة جدا يجب أن تبدر بذرة الخير وهذا ما فعلته أفوا الجزائر في إعلان المصالحة ولكن كيف ترعى هذه البذرة كيف نسمح لها بالعيش كيف نسمح لها بالنمو والتمدد وأن نقطف ثمارها هذا لا يكون لا بالتمنيات ولا بالأوراق ولا بالكتابات فقط وإنما يكون بالعمل الفعال العمل الصادق العمل الصادق الواعي ولا أنا كما قلت لما أسلفت سابقا يجب علينا أن نعلم أن لزالت التحديات كبيرة وربما تضعافت حتى عن السابق لأن كل ما شعر هؤلاء المخربون وأولهم وعلى رأسهم إسرائيل كلما شعروا أن هناك أن هناك إمكانية لتجاوز هذه المعضلة فإنهم سيعيدون سيعيدون التموضع والعمل مجددا وخلق واستخدام أدوات جديدة علينا أن نتأكد أن إسرائيل ستكون هذه المرة إسرائيل ومن يسير في فلكها ومن يدعمها ويأيدها وهم كثر للأسف سيعيدون نشاطهم وستكون إسرائيل أكثر مكرا هذا تحدي كبير بنفس التحدي الذي يلقى على الفلسطينيين في تحويل وهو السلاح الوحيد في وجه هذا المكر الإسرائيلي سيكون هو الجواب الإجابة الفلسطينية ومساعدة العرب طمعا نحن بالغنى الحديث عن الجزائر لما فعلته ولكن مساعدة العرب في القمة العربية على اعتماد هذه المصالحة والتعامل معهم أستاذ عبد الله البزار ربما حدث بالأمس أو قبل الأمس حدث مهم جدا المتعلق بالاتفاق بين الكيان الإسرائيلي ولبنان فيما يتعلق بالحدود في البحر بين البلدين ألتعتقد بأن المستهدف الأول فيها هو الشعب الفلسطيني أم حزب الله في لبنان دعنا نقول أولا وقبل كل شيء أن إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة لبنان وشعب لبنان والحصول على حقوقهم المائية فإن ذلك سيكون إنجازا بلا شك ولكن مدام الموضوع يتم التعامل فيه مع إسرائيل فلا أعتقد أن الأمور ستكون بريئة إلى حد عودتنا إسرائيل وحلفائها ونعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي نشطت في راعة هذا الاتفاق التوصل إلى هذا الاتفاق وكان جليا وواضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول أنها منشغلة كثيرا في أزمات أكثر أهمية خاصة الحرب الأوكرانية الروسية وجدت الوقت اللازم والدعم اللازم وكل ما يلزم لتطبيق للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق أنا لست خبيرا بالاتفاقات بالاتفاقات بمثل هذا الاتفاق ولكن أنا أتحدث هنا عن المقاربة السياسية كمراقب سياقة الاتفاق أنا أخشى وأرجو أن أكون مخطئا في هذا الجانب أخشى أن تكون إسرائيل قد حققت على الأقل في هذا الجانب ما هو مهم جدا بالنسبة لها وهي أنه تحييد لنقول تحييد حزب الله والتفرغ والتفرغ لأنني أقول دائما والكثير يقولون دائما أن التحدي الأكبر الذي يعيق إسرائيل ويعيق وجود إسرائيل ويعيقل وسيبقى دائما شوكة في حرق إسرائيل هو الشعب الفلسطيني ليس الشعب الفلسطيني الموجود فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وإنما في مختلف بقاع فلسطين التاريخية المعروفة التاريخية الانتدابية كل هذا مدام هناك شعب فلسطيني واقع تحت الاحتلال بشكل مباشر في مناطق الضفة الغربية وطمعا بشكل كبير في قطاع غزة والقدس الشرقية وبطريقة أخرى بطريقة العنصرية والتعصب والاضطهاد في داخل الخط الأخضر في 42 ستبقى إسرائيل تقف على أصابعها ومتأهبة دوما ما دامت هي قوة احتلال وتريد أن تستمر كأنها قوة احتلال لن يكون هناك هدأت بال لا لإسرائيل ولا لأحد في المنطقة وبالتالي أعتقد بالفعل أن إسرائيل إن نجحت وحققت إنجازا فيما يتعلق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان فإنها على الأقل وتصريحات الجنرات الإسرائيليين يعني كانت واضحة تماما أنه لا نريد مواجهة مع حزب الله لا تريد أن تشار مع حزب الله فأنا أعتقد أن الأمور ستعود إلى المربع الأول وهي المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية على الأرض المحتلة أستاذ هذا يأخذنا لنتحدث عن ربما إنشغال العالم بالأزمة الأوكرانية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في دعم مالي وعسكري وأمني وسياسي لأوروبا ودعم موقفها في مجلس الأمن وغيرها ضد روسيا روسيا هي أيضا منشغلة كل العالم اليوم والقوى الكبرى منشغلة أعتقد بأنه من جهة هي فرصة للفلسطينيين من أجل الوحدة بشكل كبير جدا من جهة أخرى الإسرائيليين ربما يهندسون ويسارعون في تسيد هذه المخططات الدنيئة هذه المخططات التوسعية سواء لها أبعاد أمنية أو سياسية أو اقتصادية كالاتفاق المبرم مع لبنان يعني أولا هي هي منشغلة منشغلة ولكن هي ليست منشغلة عن الجانب الفلسطيني هي تعتقد أنها كرست الاحتلال وتلد دعم الاحتلال طوال الوقت والدليل على ذلك مثال تعاملها مع أوكرانيا وروسيا كيف تعاملت وتعامل العالم وأجمله العالم الغربي طبعا بمجمله مع أوكرانيا وروسيا كيف يتعامل مع وجود الحرب كأنها احتلال لأوكرانيا ولم يتعامل إطلاقا مع هذا الوجود على الاحتلال الحقيقي والاحتلال الوحيد اللي موجود في العالم منذ زمن بعيد وهو الاحتلال إسرائيل الأزمة الأوكرانية كشفت خبث هذا النظام العالمي كشفت خبثه ولكن بالفعل أنا أتفق معك تماما الفرص دائما تتوفر الفرص دائما تكون مواتية ولكن من يتعامل مع هذه الفرص بذكاء من يستطيع أن يجير هذه الفرص لطالما توفرت فرص وأنا أعطيك على سبيل المثال في الخلال ما يسمى بالانتفاضة الأولى في السبع وثمانين على الأرض الفلسطينية توفرت فرصة كبيرة جدا لإنهاء الاحتراج الإسرائيلي ولكن فجأة انقلبت الأمور إلى ما عرفنا عليه وصله وما أنتجه وصله في السابق وهذا حديث يطول توفرت فرص سابقة وكثيرة ولكن دائما لم تكن لم تستغل ولم يكن التعامل معها وكما بدأنا في الحديث عن المصالحة الفلسطينية الانكسام الفلسطيني هو الذي فوت أو أساهم في تفويد كل هذه الفرص لأن كل فصيل الفلسطيني للأسف كان مشغولا بالحفاظ على وجوده أكثر من مهمته الأولى والأساسية وهي العمل على إنهاء الاحتراج من هذا المنبر أنت تدعو القادة العرب من أجل استغلال هذا الفرصة التاريخية المتاحة أمامهم التي خلفتها الأزمة الأوكرانية وما يدور في العالم الوطن العربي وغيره من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية وتحقيق الوحدة العربية طبعا هم بحاجة إلى ذلك كما قلنا هم بحاجة هم بحاجة إلى ذلك الجميع بحاجة إلى ذلك بدون استقرار بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لن يكون هناك استقرار لأحد الكاتبة الصحفية الفلسطيني هشام عبد الله البزار شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا مستمعنا للفاضل في كل مكان تقبلوا تحياتي بالقسم جيرنا التقي غدا في أمل الله